اشتركوا في القناة وكلاء وزارة موجودين خاصين بقطاع البطولة وقطاع الممارسة العامة ودول دائما أبدا بيضعوا فكرهم مع فكر الاتحاد الرياضي للجامعات بالإضافة لأن احنا بنعرض على معالي الوزير طاهر أبو زيد كل هذه المشروعات وكيفية دعمها سواء مادي أو فني أو عيني ننتقل بقى للجانب الرياضي أي خطة وزارة الرياضة إن شاء الله لعودة نشاط الرياضي في مصر إن شاء الله أولا أنا عايز أقول أن نشاط الرياضي لم يتوقف في جمهورية مصر العربية نهائي خلاص وفي أحلق الفترات التي كانت تقوم فيها المظاهرات نشاط الرياضي ما توقفش النشاط الرياضي ليس كرة القدم فقط النشاط الرياضي بيدم حوالي 36 لعبة قائمة ووصلنا فيها إلى المستويات العالمية منها كرة السلة ومنها كرة الطيرة ومنها كرة اليد ومنها التايكوندو والجودو والكاراتي وجريش الطيرة كل دي ألعاب نشاط قائم فيها على قدم وساق إنما اعتبارنا لأن قرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى فده بيؤثر عندنا إن إحنا حاسين إن الرياضة لا تقام لكن أنا عايز أقول إن إحنا عندنا 27 اتحاد أولمبي وحوالي 26 اتحاد غير أولمبي كل الاتحادات دي بتمارس أنشطتها الرياضية على مستوى مصر وبتخلص فيها البطولات بتاعتها على مستوى بطولة الجمهورية وبتصل فيها إلى العالمية وآخرها ما حققناه في الكرة الطيرة إن عندنا سبع منتخبات وصلوا إلى نهائيات كاس العالم ومنتخب الكبير بتاع كرة السلة وصل إلى نهائيات كاس العالم وكذلك منتخب البنات وصل إلى نهائيات كاس العالم وكرة اليد وصلت إلى نهائيات كاس العالم وكل دي ألعاب جماعية بجانب كرة القدم بالإضافة للألعاب الفردية الكثيرة من جودو تايكون دوما نحققها على المستوى العالم وممكن تكون الإنجازات في الألعاب الأخرى صلة وطيرة ويد أكتر من كرة القدم بس ستزل كرة القدم اللعبة الشعباء الأولى وأكتر حاجة بتمتع بجمهوره بيشهدها وبيتمتعها بيطبعها إحنا لا ننكر هذا لكن ده مش معناه أن الحياة الرياضية متوقفة لا الحياة الرياضية قائمة على قدم وساق وهناك دعم دائم من وزارة الرياضي لكل الألعاب لكن كرة القدم سوف نصل بعد فترة محددة لانتهاء الخلافات السياسية التي أحنت ظهورنا داخل جمهورية مصر العربية في الفترة دي والفترة السابقة إلى أن تنتهي كل هذه الصراعات ونبدأ من جديد في بناء جيل قوي لكرة القدم يحقق طموحات الشعب المصري في الوصول إلى كاس العالم على أقل تقدير ترجمة نانسي قنقر